أهلاً وسهلاً للبنات نتمنى تكونوا بأتمي الصحة والعافية وأنتم تشاهدوا هذا الفيديو لا تنسونا لايكاتكم كيف العادة وفي نفس السياق سنبقى مع سومية ماذا تضع فيديو ومورة فيديو وكتوضح المشاكل فطبعاً نحن نرى المنطق ونحللوه وكل واحد يعطي الرأي دياله مع احترامي لجميع الرأي ديالكم للبنات مع احترامي لكل واحد وشنو كيساند وشكولي كيساند انا باش نقول لكم من هنا انا كان ساند سومية انها تبقى مع وليداتها وانها تجمع معاهم كان ساند سومية لانها كتبان مظلومة فعلاً ولا للظلم ماشي كانت ساند سومية لحقاش هكاك عجباتني وبغيت احنا مبغيناش نظلم وشي حد بغينا سومية تخلينا تعزز لنا هذا الطيقة اللي احنا تقنا فيها ودافعنا عليها تعززها لنا بدلائل تعطينا يعني دلائل قاطعة على كلامها باش نعرفوا بان احنا ما كنظلموش الطرف الاخر هات الشي اللي كان فقط اما الناس اللي كيقول كل لو فينشتيا وهذا احنا عارفين سومية مظلومة ولكن من من مظلومة من الزوج دياله ماشي من شركة دياله باش ما نظلموش الناس كاملين لحد الساعة هاتشي اللي تبين لحد الساعة المهم سومية اليوم كشفات على واحد الامر اخر وهو ان الزوج كان جابه باش يدير الصلح جابوه الناس المهم جابوه ولا جابوه ولا هو اللي بغي يجيه هادا كل الامر تيرجع لي هو في الداخل ياله فنفسوش واشنوبه احنا عارفين سومية اليش غضبانة غضبانة على الخيانة ديال الزوج الناس جابوه باش يداخلوا باش يديروا الصلح بيناتهم ورجعوا كانت الشروط دياله سومية اه شرط من الشروط الي شرطت عليه انها تكون في منزل بوحدها هاتشي حقها ومن حقها ان الطالبي وكان عليها الطالبي من الاول ماشي يحتوصل هاتشي وترجع معه بغيت غين فهم انا واش فين كيلي مشكيل واش انت يا غضبانة حيت هو خانك حيت هو خانك حيت هو خانك وحيت هو طيح بكرامتك وحيت امسح بك كيف ما تنقولو الارض وجفف بك الدنيا وموهم شرش ملك العواطف ديالك او لغضبانة حيت عدك مشكيل مع الشريك وبغدارك بوحدك دبا ما فهمتش واش هادا الشرط تشرط على واحد خائن جاي باش يصنحك او لا جاي مع هالناس باش ترجعي معه واش هادا الشرط انك لادرتي دارك بوحدك واش كنت غادي تكون مرتاحة مع هاد الانسان هادا السؤال المطروح مع العلم انك را كيف دارك بوحدك لان البنات كيف ما كتعرفوا الدار فيها ثلاثة طاج وهي ساكنة في برطمة واش شريكتها ساكنة في برطمة كتجمعهم الماكلة غير كوزينة لي كتجمعهم قد كيا ما بقاش بغد تشوف بنادم وبغد يدير لها دارها بوحدها واشي لا دارلك دارك بوحدك ما غادش يبقى يخون في التليفون را المشكل كبار بغد يدير لك دارك بالوحد وانتي بغد تخرج من هذا العمارة كامل وانت بغد يتحل المشكل لان الخائن يبقى خائن اذا كنت عرفت ايش وهو قالت ايش فيه فرائد النوقط الذي خيبين الحد الساعة انه هو واحد الانسان لا يطلب السماحة ويعسف لك عليك كرامت كهانك في شرف وكيف هاجنت ايش من هذا الشيء كامل بنت لك ادريد دار والحد الساعة لا يوجد مشكل مع ايمان واضح و لا تريد أن تبقي معها هنا يطرحون الكثير من الأسئلة لا يأتينا و نصفق لك و نقول لك نريش حمد الله و لا تسكينه و هذا و صافي يطرحون المتابع و خصوصهم توضيح فعلا خصوصهم توضيح من هذا الشيء كامل يدفع تطلاق الشقاق تطلاق الشقاق البنات التي لا يعرفوه و هو أنها تنازل على جميع الحقوق ديالها مقابل ذلك الورقة ديال الطلاق ما كتدي تشي حاجة كتخلي الجمل و محمل كيف ما تيقوله يعني ما فهمتش علاش خرجتي خاوية خرجتي خاوية مع العلم كان عندك فرص كتيرة باش باش تقلسي باش تجمعي وليداتك باش تجيبيهم معاك باش انتي اصلا ما بغيتش تجيبي ولادك من الول معاك واحد السيدة قتلية و فين عرفتها دارسة هاد الشي راه شوف راه قالتها في فمها راه قالت انا كون بغيت نجيب ولادي غان نجيبهم ولكن هي ما بغاش تجيب ولادها معاه البنت كان عندك كيفش تجيبها و ما بغاش تجيبها ارجعوا الفيديو و شوفوك لها ما شنو كتقول راه ماشي احنا اللي كنقول ورا هي اللي كتقول يعني كان لو بغت تجيب ولاده و تجمعهم و مره تجيبهم والحيلة كتغلب العار في جميع المشاكين يا كتبان بحقالها ماشي كتبان شي وحدا اللي انها زي ما ما عارفاش هاد الحيل و هاد القوالب كاملة باش تخرجوا ولادها واش فهمتوني يا البناتراه الولاد دياله ما تتحيدوش ليها كيفما كنا احنا غالطين كاملين هو استقتولان طيام عراسه و العب اللعبة و عارفاش تيدير ولكن قصما بالله عمر ربي ما ينصر الظلم و عمر ربي ما ينصر الظلم و يخلي المظلم فاكيد سومياي لك أنت تخدم لها هاد الشي و تخدمت لها هاد الحيلة اللي تنهضر عن هاد الحيلة تنهضر على الزوج ديالها خدم لها هاد الخبت و هاد المصيدة اللي بغي يطيحها في الشبكة و بغي يحيد لها وليداتها فوالله يكونوا اكيدين عمر ربي ما يسهل عليه عمر ربي ما يسهل عليه و اجلانا و اجلانا غادي تجمع مع وليداتها غا هو هاد الفراق اللي تفرقت عليهم حاليا صعيب صعيب نهار غادي تجمع معاهم واخرها باقين صغار البنت خمس سنين ودريرة قريب كم العامين ولكن تيبقوا انهم دريري صعيب تفتي ولفوا واحد طرف اخر تيبقوا مربين تولوا مربين عليه الكبدة في حالة ما قاعدهم لها القانون غادي صعيبة في الول ولكن الوليدة تراه كونش كي ولفوه بغيت نعرف انه غير الحال اللي غادي وصلوا لها الاخرين فاش غادي يحكم ان القانون بان الوليدات تخصمي بشو عدمهم كيفاش غادي تعيشوا ديك الساعة كيفاش غادي تعيشوا ديك الساعة هادش ما تيفكرواش ليه وما فكرواش ليه باتاتا مني كانوا تديروا في الخطط ديالهم الخطة الجهنمية اللي دار الزوج باش يطيحها في المصيدة باش يتبعها حتى القهوة باش يصورها واشتوى البنات مني شاقات عليه وابدت يصور فيها هي ديك الساعة هو ديك ساعة دارس أموره عارف الشي دير دارس بأنه جاي واحد الوقت ديال المحتامة يعني مع لبال وش بيها صافي وهي كطير وتنزلوا قاتلها الغيرة قاتلها الغيرة وغادي بها الإرجانس وقاتلها الغيرة وطيحني قاعدة نمشي الإرجانس أولي وولي وولي دي خيبة التحويضة خيبة التعويضة خاتكوني حصلتي معها في البيت نمشيش الإرجانس ميساجات مشي اليوم الإرجانس ونكسب نفسي ونتنفس نفس عميق جدا جدا ونتقعد ونضرب التوقيضة ونقفض لكمي متل عند المرفق ونوقف على الإرجانس ونعرفش تندير ونقلس ونخمم ونشوف مصلاحتي ومصلاحة ولي داتي وكيفاش نخرج من هذه الجرة رابحة ونخرج خاسرة من تخرج دي لا تالي لم تلي الوليدات قلسوا في لوزي اليوتيوب وقلتي 23 مليون ولا معرفت لي ليش ديتي في ذاك العام اللي صورته كاملين قلسوا تمامايا كون شي كيتعوض أنا بنسبة ليدك شي كامل كون شي كيتعوض ولكن الوليدات صعيب الحال صعيب ولكن صرحة فش قاتلي ومالبنات أنا حقها ومثلا كنت سيد قبل أنك ترجغي معاه قبل أنك ترجع وخخينك ترجع معاه زي ما مشي مشكل واخدك شي لحصلتين مهم ووضارك بوحدك لابل اللي شافك غيسحة بقدرت شي كامل باش تديري دارك لأن وحدة خانها رجلها أو لحصلاته حصلات عنده حالة شريكة تقولين انت كتطالب باش يدير لا داره بوحدة لا علاقة هذي بهاذي باش نكون معك واضحة هاش تديري راسكو وعرفي راسك ليش غضبانة لابلتك الأصلية بقى ما عارفهاش ما عارفتي راسكو واش تديري مع الشريكة واش تديري مع الراجل واش تديري مع نفسك واش ركني وتبتي وعارفة راسك هاش تديري والأهم من أشي كامل سومية وهو ما دوكلوا وليدات وليداتك خصك تجمع معه ولسالتي هذي الموضوع و هذي السلسلة بديشي محتوى جديد اللي تخدمي على راسك فيه وتدخلي منه الصرف ومنه ان شاء الله تديري ضارك وتديري طنو بيتك وتجيبي أولادك وتعيشي عيشة كريمة وعززة مكرمة لأن هذي دي المشاكل را ما مسلكش ما مسلكش وما عندك فيه رباح عندك فيه مضرة بالعكس لأنه الشيء يبقى لك متورخ في اليوتيوب ترجمة نانسي قنقر